السلام عليكم تول موند كديرين لبس عليكم باخير وعلا خير نتمنى هاد الفيديو ان شاء الله يربي تلقاكم في احسن الاحوال وفي صحة جيدة اليوم ما جيت معاكم بوحد الفيديو غدا ندير فيها الباكلافة على الطريقة ديالي و غدا ندير دي فان دي بيزا اللي كي يدارو في الكنجيلاتور و فيما كتبغي تحتاجيهم كتجبديهم و كتديري الاصوس اللي ديجا تهيادرتها معاكم ممكن تخرجيها ليلا قبل وتخليها تلاجة كي يكون عندك هالشي ديجا واجد دونك يسهل عليك المأمورية بزاف دونك غدا ندوز معاكم المقادير دونك هناي المقادير ديال البيتزا كي يخصني عندي كيلو ديال الدقيق الابيض عندي معلقة كبيرة ديال الخميرة الفورية معلقة كبيرة ديال السكار هادو كندير فيهم الماء و كنخليهم تقريبا واحد عشرة دقايق بلا ما جانس ليا بلا ما الخميرة تفعلت ليا كنصد عليها بوحد الفيلم أليمانتر و كنخليها جانبا بلا ما تفعلت ليا الخميرة أبري كندوز باش غاديا نبدأ نعجن هنا الخميرة ديالي سيبون سافي وجدت دونك هنا عندي معلقة صغيرة ديال سكينجبير معلقة صغيرة ديال البزار و معلقة كبيرة ديال ديال زيط العود إلا كانوا عندك هيها ديك إلا ما كانوش ديري غير معلقة كبيرة ديال الزعتر و غيخصني ربعت المعالقة كبار ديال زيت العود شوية الملحة و الماء يكون دافي أنا هنا يطروا لكن ما غنستعملوش كامل كيف نقول لكم دي مرة لما يبقى على حسب النوعية ديال الدقيق كان الدقيق اللي كيشرب كين للا هنا غاديا نزيد المكونات كاملين كيبكت لكم البزار سكينجبير الارب ديال بروفنس كان خلط النواشف كلها هي الأولى غاديا نزيد شوية الملحة كيف ما كان نقول لكم دي مرة الملحة كتبقى على حسب الدوغ بغيتي تكون شوية ملحة هي هذه كيلا كان عندك شي واحد في الدار عنده لاتونسيون من الأحسن دير الملحة الواحد يقلل منها شي شوية أنا هاد الملحة را ما كتبقى على حسب الملحة ديما فيما كندير شين فيديو كنقول لكم مرة الملحة ما تخاف وش را ما كتبقى على حسب وخد شوفوني كندير شوية بزايد را ما كتبقى على حسب را ما كتبقى على حسب نهائيا دونك صافي هنا يا خلط النواشف غاديا نزيد هذا الخميرة ديالي اللي خليت اشوف وحسب الى اللي دين المعتمين خرجوا لي اياه انا را كان عجن وقالسين حدايا سافي هنا يا كنزيد الخميرة ديالي على الخالط كنحرك وكنزيد تاني زيت العود وكنبقى نجمع بالماء شوية بشوية سافي كنجمع غير شي شوية وابخي كنديرها فوق من طابي ديال مشي طابي ديال السالون عندكم تسحبوا الطابي تا السالون طابي تا على كوزين اللي كندلك فوق منو كندير منو لاباتيسخي وكنتعجني فوق منو غاديا نزيد ندلك هاشي شوية هاد الوصفة راها رائعة هادي كنا واحد خطره مشينا اللي طالي عند خالي ومرس خالي هي اللي وراتني هالطريقة طريقة طاليانية غير هي انا زيت لها الاضافات ديالي باش كتجيبنينا شوية عرفتو احنا يا العرب رايز علينا ليقامة زيت شوية ديال البزار وشوية ديال البزار وشوية سكينجبير هادي راه هالطريقة ديالي انا هنا خديت لالتابي ديال في شوية دقيق سافي هنا غن ندلكها بالحق ما غداش ندلكها بزاف لانا الحكمة في الاختمار غن خليها تخمر من ساعة تلساعتين المهم قد ما لقيت انتية تخليها تخمر لابات كتجي احسن تقدري تعجنيها في صباح وتخبزيها في العشية كما قد لكم الاختمار قد ما خمرت قد ما لابات كتجي زوينة وكتجي ممدقصة مهم راه في نهاية الفيديو راه غدا نوريكم قطعت لكم هادوك الميني باش تشوفوها باش ديرها من الداخل راه كتجي خاوية ماشي خاوية كتجي كتبالك في هادوك الفوقعات دونك راه ماشي مدكسة مدكسة ياك يا كتقولولها مدكسة ولاش كتقولولها مدقصة 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 يا بوشخة يا ساببات ما كتجيش مدقصة دونك كتجي خاوية من جناب كما قلت لكم هادوك الاضافات ديالي ديال الملحة و سكينجبير إذا بغيتي تزيدهم تيازيدهم هادوك تبقى اختيارية هادوك غير انا اضافة الثامن راسي أما هي الوصفة الطالية الحقيقية اللي اعطيتني مرتخالي هي هادوك الوصفة كاملة من عادة البزار و سكينجبير هادوك هادوك اه، طبع سنين هادوك هادوك شيد سنين دابا و هادوك هادوكي معتمدة عندي ديالي بيزا كانديرها اه في الضار و ديروه و تفكروني ما غادي اتنجل ما كانتب قزوينة احنا هادوكي دقيق و نخليها تخمر شساعتين هنا من بعد ما خمرات ليا شوفوا راكي تريبل سا تريبل دولوم كي تريبل لليها ديبلوم لولوم لولوم دونك نتيكي مما قد لك المينمم خليها ساعة قل من ساعة ما يمكنش دونك ساعة ساعتين ثلاثة سواء ربعات سواء ماشي مشكل قد ما خمرات رامزيان هادوك لزن بورت بيس باش غادين قطع بيهم دونك هنايا كان غير كان ديغازي شي شوية جو ديغازة متيبه غير شوية ماشي بزاف و غادين نرش سطح العمل بشوية ديال الفارين و غادين نحطها نقسمها صافي و هنايا غادين نبدأ نخدم لابات ديالي لعندك نتيكي هاد لزن بورت لزن بورت بيس يا هادي كينا ما عندكش مشي مشكل خودي غير شي كاس ولا جبانة ولا شي حاجة باش يجيك العبارة هوا هادك ماشي نجيك وحدة كبيرة وحدة صغيرة دونك خودي بيها القياس هنا صافي غادين ناخدها غادين نقطع فيها نشكل فيها و غادين نسرحها على شكل ديال موربع هنايا قسمتها على ثلاثة المهم تيراك تقسميها على الأجزاء اللي بغيتي جوج على ثلاثة على ربعة المهم هاد المرحلة ماشي فيها زعمخص ثلاثة على قدسما كيف تيريها المهم غير تتسرح باش تقطعها اه اه نحن احنا كتاخذ دللاك و كتبدي تسرحي فيها ما خستهاش تكون رقيقة بزاف و ما خستهاش تكون غليضة بزاف وعاوتاني هادي ارعل حسب الأضواق كي ييكل بغيها تكون شوية غليضة هما يجبون الخبز يجبونها غليدة ولكن لا أعجبني غليدة لذا لا أعجبها مرقبة ومعها مرقبة نحن نحن بشكل مرقبة كما أخبركم ستكون عمليا إذا أردت أن تكون غليدة دعي السمك غليد إذا أردت أن ترقيها إذن لديه أرقي لديها أفضل لديه أفضل جديد يجب أن نعود للمدلق يجب أن نعود للمدلق يجب أن نعود للمدلق هنا أخذت المدلق سوف نقسم بها على هذا الشكل سوف نضعهم في الصينية سوف نضع المدلق وعندما تكون للمدلق سوف نضع العجينة لم تستطيع فعل المدلق لا تستخدمها تجمعها كاملين و تغطيها قليلا و تغطيها قليلا لكي تتلقيها بالدلة تضعها على جن اخذت البول الثانية و قسمتها على زوج و سوف نقسم لكي نقسمهم لكي نقسمهم صغار لكي نقسم رندل و نقسم بيزا لكي نقسم إلى بالدلة و سوف نقسم بيزا و نقسم بيزا و سوف نقسم بيزا و ندخل طويلة و هذا نقسم الحشوproof و لكي نقسم وانا نقسم بيزا نحاول نطولها شوية بحال هكذا سوف نأخذ الفروماج ديالي انا اخذت هاد الفروماج ديال السندويش ديال الكروك موسيو تقدري تاخدي ديال شيدار تاخدي اي فروماج ولا الموزاري اللي تاهي اذا كانت متوفرة عندك هي هاديك هنما كانت متوفرة مهم هاد المرحلة تاهية كتبقى اختيارية بغيتي تديري في جناب ديال الفروماج هي هاديك ما بغيتش تديري ماشي مشكل ولكن كتجي زوينا عافتي كي يجي في واحد المادة قوى عرصرتومني كتقطعيها عافتي هادك السايلان ديال الفروماج يا السلام يا السلام سافي هنا يا كيوكتليكم كان برد الفروماج تخص ساعل هكدا مع شكل سايل بييداوي س rebozoت في جناب ديال مهم هنا هي رغير ديال فروماج سيكون بالكفاثني في بيتزا واحدة مشكل برد الفروماج سوف نضع الفرق بين الفرق و الفرق هذا الفرق سوف نضع الفرق على الفرق وحاولي توركي معجز الحكوم بي توركي و اعجز قرصه سوف نضع الفرق باستخدام الفرق و نضع الفرق من المضع و لا يتكون سوف توركي حتى نضع الفرق امام AI سوف تبقى غادية مع الجناب حتى توصل للقنط سوف تدري نفس العملية في الجهة الاخرى دون كرام ما صعي باش سهلة سوف تهزيها و تدريها في اللاطا و تدخليها دمي كويسون هات شي اللي كانين هنا درجة الحرارة سوف تدخليها في مية وثمانين درجة المدة ديال 15 دقيقة و كيف نقول لكم ديما لحسب الفران ديال اي واحد سوف تتكيهم بلا فوخشات و تدخليهم دمي كويسون لا يجب ان يكونوا حمرين يجب ان يكونوا بيضين باش تدري لهم الى كونجلاشون و هذا من يتعمرهم يجب ان يكملوا الطياب ديالهم لذلك لا يجب ان يكونوا حمرين غير بيضين سوفي انا اخذت سوفي الفرشات كنتكم و دخلت طيب هذا الشي كامل ديالي و دابا سوف ندر معكم الباكلافة ديالي على الطريقة ديالي اللي كندر انا في حقيقة انا كتعجبني للشباكية شباكية كتجيني تقيلة بزاف و الزيت ديالة كنقلب لي المخ والمخيخ والبصلة السيسائية وهناي الفاملز باكلافة اللي كتحمقني كنموت عليها ولداتي تهوما كتعجبهم بزاف كنستهلكوها حسن من شباكية غياة في حقيقة غير انا و الدراري اما راجدي كيموت على شي حاجة اسمي ته الشباكية بحلا حطيت الي شباكية بحلا معتشنو حطيت الي دوك المهم هنا هنا عندي الباتافيلو كتشرة من الإيكوميرس تيرك هنا عندي الأكاجو مع البيستاش طحنتهم شي شوية خليهم بحلا كده كنكاسي ما كيمشين طحنهم بحلا ببودر كتخليهم كنكاسي ونزيد عليهم غير معلقة السكار غلاسي المهمة هي تدري 30 غرام 30 غرام 40 غرام 40 غرام اكاجو وبيستاش هنا تحنتوا على شكل البودرة هنا عندي الكاوكاو و الزنجلان حمرتهم عندي 80 غرام 80 غرام الزنجلان وخليت شوية الزنجلان باستخدامه ولكن على فانا ما ارتبه هنا عندي 120 غرام الزبدة مدابة و 100 غرام الزيت سنحتاج العسل و المد الزهر السقوة و القرفة و السكار غلاسي اول حاجة سنضيف سنضيف السكار غرام و سنضيف معلقة كبيرة هي نصف معلقة كبيرة السكار غلاسي سنضيف سنضيف الزنجلان نضيف السكار غلاسي السكار غلاسي و سنضيف معلقة صغيرة القرفة و سنضيف ما يقدر سنضيف نضيف الباكل المنزل سنضيف الملات الفلوردورانجة سنضيف الوائر الفلوردورانجة زوجة موضوع ثلاثة موضوع ثلاثة فلغة أكثر لكن هذا هو جيد سوف نقطع لا أريد أن تكون كبيرة بزاف بزاف. كنا اخذها على حساب هذا العرض ديال هذا المستارة هذي ديالي. دوك غاديا نبدأ ان نقطع دهبه. هالك امركم بزيان باش تصليكم تحت. سوف يكون بقى غاديا على هاد على هاد القياس هادا. ركا تجئره فخاجيل هاد البتافيلو فخاجيل بزاف. هنا قطعت الطول هادا على الطول ده بغاديا نجي كنخليهم شوية حالا كده كننزل شوية على المستارة وكنده نقطعهم هادا. هاد طريقة. إلا ما كانش عندكم هادا ديالبيتزا ماشي مشكلت قدري تستعملي اه الموس. رجعين تياه هنا ورجعين تياه هنا. وانتي انا بقيت هنا. سوف يدير مقادبة مستمره كي بقيت لكم. سوف نقطعهم كامل بحال هادا. انا كنتظرهم يجيوني صغار. اللي بغايديرهم كبير سوف تقدر يديرهم كبير. ماشي مشكلة. سوف نقطع هاد الشي دهبه كامل. سوف نرجع معكم. نأخذ قطعة نأخذ قطعة نأخذ قطعة نأخذ طرف الفقاني نأخذ طرف الفقاني نشده مع طرف التحتاني نأخذ نجمع نحاول نجمع كل شي الوسط نجمع كل شيئا نجمع كل شيئا ونضع هو خفض نحاول تقرس الاسم يجيب بسفج ونبسل نتعود نعود معاهم لكي ترى طريق ندينه مستكت لك نضار تنزله الطرف الفوقاني تنزله على الطرف اللي كان التحتاني ترجعها بحال هكتا و تزطمي مزيان توركي 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 مزيان باش كتجناب ديال هكي لسقولينا و تجيني على شكل وردة انا ما ندير فيها الزبدة الزبدة نديرها حتى نحطها في البلاطول اللي غديدخل الفران بحال هكتا نخليها ناتيوغ و نسقيها من فوق بالزبدة ندوز دابل هذه التعميرة ديال البيستاش شا هي ندير فيها شوية الوسط البيستاش و الاكاجو ندير فيها الوسط بحال هكتا تهي نشدلوها بحال الطريقة اللي وريتكم من قبل نفس الطريقة بحال هكتا و نزطم عليها مزيان باش تعطيني الشكل ديال وردة و نحطها هاتا هي هنا يا سافي كملت هادوك ديال الكاوكاو و الزنجلان و ديال البيستاش والاكاجو ندوز باش غادي ندير الزبدة لها هي و هاداك الخالط اللي كتليكم في الاول نسقيها مزيان ما كان ورقوش بززاك باش ما نخصروا هادوكالوريدات صافي و من بعد كندخلوها الفران كتسقيها مزيان لان هاد الباكلافا لو لا الباكلافا كتبغي الزبدة بززاف هي السر ديال القرماشة ديالها يجب أن يكون أفاتج مفيد إذا احضر السمر بزبدة و أدخل الدرجة الحرارة و أدخل درجة الفرفارة فوقه 150 دقائق و هذا سأخذ الأصل سأخذ الأصل هذا الأصل بارد و هذا الباكلة سوف نصرع سخونة وخاكك لا تأتي بشكل جيد لكي يقوم بعمل قطر ويقوم بعمل القطر ويقوم بعمل نفضل العسم يأتي عرائي سوف نجعلها تشرب العسم جيد سوف نصل إلى نهاية فيديو فيديو في الالت 5 وعطلها قليلا بس فيديو فيليل ويقومون بإمكاننا نحاول لكي نحن لخطوك سوف نتشرب سوف نجعلها البيتزة لديها المفيدة المنزل سوف يأتي الجزء سوف نضع حين مصدق لا أعرف مهم سوف ندخل حين مصدق لا يأتي وينقومون خفيفة هذه غير جبدي ندري لصوص وعمريها ودخليها الفران كتجي بني نغزالة وكتربحي واحد الوقت خيالي 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 جدا هذه هي البيتزا باركات نقول لها البيتزا باركات سوف نبدأ نشارك معكم الحشو اللي ندير فيهم وهذه باكلافة هادي هادي ها باكلافة مهمية كتجي شوية قل من العذاب ديال الشباكية وكتجي بنينا احنا كتجي بنا هادي على الشباكية دونك نديرها كل عام دونك إذا كنتو باقي مشي ابوني ديروا ابوني ودغطوا على الزر لاليامين ديالكم باش يوصلكم أي جديد ديالي فيديو ديالي خليتكم بخير وعلا خير ونقول لكم إن شاء الله للمشاهدة للمشاهدة سلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر